السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم استناولا عاملين ايه رب تكونوا بخير اه معاكم ايمان سعيد من الفرن الثالثة ان شاء الله النهاردة هناخد مراجع سريع كده عن محاضرة البروبرتوس في كارديك مصل والاكشن بوتينشيال بقى والكلام الجامل ده تمام اعتقد ان انتو يعني الحد وقت حافزتوه من ساعة ما كنت اه ما شرحوها تمام طب يلا احنا هنأكد كده على الحاجات المهمة بس والسريعة كده ممكن تجيلكم يعني فى الامسك اكيو تمام اه ركزه جدا 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 يا جماعة الانيه الحصان ليها الاصارة القلب اللي هو قدر ان يصار�رة يعني ايه يعني قهربت القلب الداخلية القلب له قدر ان هو يطلع القهربة داخلية من نفسه كده من علم عصب يوصل له خلي بالكم ان الاصارات بدii بتعتمد على المبارا يعني فيه عصب يعني في نيوروجينك اوروجين تمام فيه عصب جاي لها يعني فيه اzego يسى فبتسير عذا completa القلب عشان تعمل اما pasi تعمل اما لقى من نفسها من جوه. من ايس اي نوت بقى الكلام ده. اه طب ان الكهرباء اللي تولد ديت بتنتشر في جميع عضلات القلب عشان يحصل لها واخر حاجة اللي هو اللي حصل. تمام? اه تمام. طب تعالي قلنا اللي عبارة عن اصارة القلب. اللي عبارة عن ايه? اصارة القلب او غضبان القلب عن طريق شبهتها لكم بكستة حلوة كده. ان انا شتمت واحدة قلت لها انت واحدة غبية جت خدتني من شعر وحطتني تحت رجليه. اهو كلمة انتها بيها هي عملية اكشن والغضب او القصارة او القهرباء اللي حصلت في القلب. فالقلب ردا اه رد فعل على زلك عمل ايه? عمل تمام? طب ايه هي اللي دي الاول والله قلنا ده عبارة عن فرق الجهد ما بين اه بحيث ان اللي برا يكون بصدف واللي جوه يكون تمام? دوت دي حالة الروحة بتاع اي في القلب. تمام? تمام? لو تغيرت عن كده او اتعاكست معنى كده ان فيه كهرباء هتمر في البتاع ده في القلب. تمام? طب ايه سببها والله يقال لك سببها السل كتب برمية السل? السل بتحب انها تخرج بوتاسيوم او دي. وبالتالي بوتاسيوم هي بقى برة كتير فيبقى بوستف وجوه نيجاتف بالنسبال. تاني حاجة ان فيه حاجة اسمها السوديوم بوتاسيوم بوم. السوديوم بوتاسيوم بوم دي بتحب دي اتخرج تلاتة سوديوم مدخل لتنين بوتاسيوم. يعني بتخلي برضو في الاخر البوست ببرة كتير ورجوها نيجاتف كتير. تمام? ودي بتتروح ما بين تمانين آآ لمية. من سالب تمانين لسالب مية. تمام يا شباب? تمام. تحفظوا الرقم. طب ايه اللي الفيزيس? دي هتبقى معايدة. الفيزيس بتاع الاكشن متنشل والله. آآ بوست سيبه دي هاتر الرسمة بقى عشان تثبت في عقلنا شوية. الا اول حاجة فيز زيرو. فيز زيرو دي بيحصل آآ اسمها بيحصل فها دخول السوديوم. تمام? تمام. ودي بتبقى عملية سريعة جدا. انت مدينج عملية عبارة عن تلاتة واحد واثنين وتلاتة. واحد واحد واثنين وتلاتة اسمها التلاتة بيخرج في من بوتاسيوم. بوتاسيوم يخرج. بوتاسيوم يخرج. بوتاسيوم يخرج. تمام? بس في مراحل بيوتة شارلات. تقول لك طالما انا هخرج هدخل مكاني حيك. اول فيز فيز وان دخلت كلور. دخلت كالسيا مع طريق كاسم سوديوم تشانل. طب فيز تلاتة حلفت والله حلفت يمين تلاتة لا هيخرجة وما فيش حاجة داخل وراها تاني. تمام? اما ده المدير اللي كان بيحفر ترومبا هنا بيعمل ايه? الترومبا دي بيقوم بيطلع عليه تلاتة سوديوم ويدخل اتنين بوتاسيوم. وبكده عمل بره بوست في كتير وجوه نيجات في كتير فحقق الشرط رغم انه عكس عكس التلات مراحل اللي قبل. بس حقق الشرط ما نقدرش نفتح بقنا ونكلمه. تمام? هو ده الكلام النظر اللي احنا ونكل. طب احنا عايزين آآ نشوف في مرحاية الانقباض والانبساط. تعالى بصر الرسمة دي وهي كل كلام النظر. والله يقلك في مرحاية اللي طالعة ديها تلاتة القلب وانقباض القلب بيبقى بصف. طب تعالى في مرحاية البلاتو القلب بيكون انقبض وطلع عليه بتاعه. طب في حالة النزول دي بتاع بتلاقي القلب بيحصل له انبساط. تمام? بس اول نص بس. اول نص من البصوت. طب تاني نص والله بيقابل المدير اللي تحت ده. اللي هي فيز فور. تمام يا شباب? تمام. آآ طب انا عندي حاجة اسمها. والله تعالى نشوفها برضو من الرسمة عشان مش هنقل النظري. الرسمة بتقول لنا ايه? اول دي كلها اسمها يعني ايه? يعني الفترة القلب بيكون على الاخر بيكون من قبل بيقول لك والله لو جيت تكلمني دي وقتها صوت في وشك وعمل لك جنزة دلوقتي. فدي القلب ما بيستجيبش لاي سكن من بره. تمام? تمام? لانه على اخره. آآ وبديد برضو تحمل قلب ان هو مسلا يدخل في آآ انه مسلا لو فيه كارديق بص انا مانجل هنقراه. آآ تعال بقى على الريلاتف والله الريلاتف دي تقال لك ايه? قال لك في المرحلة دي القلب بيتهاون شوية بيقول لك ايه? انا هستجيب لك اه بس نزود بتاعك. معلش يزن علي شوية. آآ فتدي له تمام? فدي سميناها مرحلة لا مش دي لسه. تدي له عشان ايه? عشان آآ يستجيب لك. تمام يا شباب? تمام? وبرضو مش هيستجيب القدر الكافية. يعني لو طلب منه ربعمائة جنيه هاديك متين جنيه بس. آآ طب آآ اما فيز او البريو بتاع السوبر نورمال اجزايتابلتي ليسا منها السوبر نورمال اجزايتابلتي لان القلب ما بيصدق اي حد يطلب منه حاجة حتى ولو بسيطة بيقوم وطلع كل الدم اللي عنده. تمام فالاجزايتابلتي بتاعته بتبقى رهيبة. يعني ايه? يعني قدراته على الانقباط بتبقى رهيبة. تمام? هيصار بسرعة والغضب بتاعته هيصار بسرعة. انا اديته ساب نورمال استمراي يعني بسيط خالص بس لقيته عملي سوبر نورمال يعني ايه طلع كل الدم اللي عنده غضب قوي. لما غضب قوي طلعه للدم اللي عنده. تمام? آآ تمام. قالك والله الابسوليوت رفلكتو بريود ديت بتمنع لي القلب اللي هو يخش لي في تيتاني لان اولتلك التيتاني ديت معناه ان القلب عملي انقبض باستمرار طالما فيه ابسوليوت رفلكتو بريود اصلا القلب لو هو منقبض مش هيستجيب لأي انقبضة خارجية تاني او اي استمراص تاني فده هتحميه من التيتاني تمام عشان كده القلب عمر وما بيدخل في تيتاني تمام الا ما يكون في حال الديزيز ولا حاجة لاني ما فيش مستمر في مرحلة اسمها ابسوليوت رفلكتو بريود بتمنع اي مؤسر تاني يجي والقلب منقبض تمام بتقول له ستوب عندك كده ده القلب منقبض اه وما لي يتهون امتى يتهون في المرحلة التانية تمام اللي هي بتقابل ايه هناك بتقابل اللارج رابد ريبروريزيشن يا شباب اللارج رابد ريبروريزيشن تمام كانت بتبقى كده دي اللارج رابد اللي هي نزلة تحت دي تمام يا شباب الدينجرس بقى قال لك والله الدينجرس بريود دي الدينجرس بريود دي اللي احنا لسه ايلينا عليها ان هي اي مؤسر وان شاء الله حتى ويك خالص ويك الستمرس هعملي سوبر نورمال اكزايتابلسي تمام تمام اه بيقول لك والله ان الستمولاي لازم تكون اتجاست يعني ايه يعني مش معنى ان القلب قال لك انا هستجب لك ولو حتى بمؤسر ضعيف ان انت يعني تسوق فيها بقى واجيب له كل شوية استمولوس استمولاس لأ بيقول لك خليك يعني خليك حكيم كده وانت بتديله لسمرس عشان ما تدخلوش في يعني دخلوش في رعشة مستمرة القلب يتنيني ينقبض 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 كده هيخش في رعشة يعني ايه رعشة يعني كاين ايدك بتترعش وبتتهز قدامك كده لا ايدك لا منها بتتحرك تعمل حاجة ولا منها سبت تمام هو كده القلب عمال يترعش لا منه بيدخ دم ولا منه سبت في مكانه وعمل راكستيشن بي من الدم تمام اه ما نكونوا جعب الرسمة دي خلوكو في الرسمة الواضحة تمام طب نيجي الحاجة اسمها الريزميستي والله الريزميستي دي معناها قهربة القلب الداخلية احنا قلنا في الاجزايتابلتي لازم عصب يوصل للقلب او كهربا توصل القلب منبرر من من السنتر نيرفوس تس اما الريزميستي لا دي قهربة القلب الداخلية بتبقى مايوجينيك في الارجين يعني ايه يعني ان القهربة طلعة من الالبس دات نفسه من العضلات بتاعته النوت نيروجينيك يعني ايه يعني مش جاه لها عصب منبر نيروجينيك دي معناها ان في عصب خليجي جاي منبر طب والباسميكر بتاع اموالة القهربة بتاعه اسمه ايه اسمه ساينو ايترين النوت اللي بتاعه موجودة فين نفتكرو كده كانت موجودة فين نجيب القلب نجيب الرسمة بتاعتنا عشان نشرح لها كل حاجة وننجز نفسنا فين الرسمة يا ولاد راحت فين هتيج اهي قالك والله ان عندي اللي هي LA بتوسل الكهرباء لكل عضلات الائترين تمام واتت تجمع كلها عند Eavey Node اللي هنا دي والians في نوت دي تنقل القهربة بتاعه هي عند في البندل اسمًاoriaي تمام startups يمشي طوالي واللفت يمشيastedه عشان يودع لكل عضلات القلب والله يالك الرايت هلا قسم الحاجة اسمها والليفت كزلك بركينجفايبة تمام عشان يضغلغ من عضلات القلب ويعرفنا ان سرعة القلب سرعة السرعة القهرابة فيها تبقى عالية جدا جدا جدا. تمام? اما اقل سرعة للقهرابة تقفين في يا شباب. مرحلة تمام? عشان ما تنقلش كل القهرابة اللي جاي من الاترم. افرد الاترم ده في حاجة وفي رعشة ولا حاجة ومليان كنتراكشن ومليان كهرابة. هل ينقل كل وكل الكهرابة دي اللي فينتراكل من تحته والله القلب كده هيبوز زيتاني ينقبض 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 مش هيبقى مش هيبقى فيه دم اصلا عشان يطلع. تمام? فهيبوز. اه فعشان كده استملها وعرفنا اللي سبب ده اللي هي بتبقى يعني مش محتاجة كهرابة تغيرها بتقول لك كفاية عمل حاجة انا مش محتاجها اي حاجة. ما تجيب ليش كهرابة تغيرني. فبالتالي الكهرابة مش هجلها بلوس ان ما فيش جاب جانكشن جاب جانكشن كتيرة ما بين العضلات. يعني ايه? يعني ما فيش جاب جانكشن او فتحات كده توصل الكهرابة من 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 الاس اي نود تمام? تمام. وعلى عكس تها بقى البركنجيو فيبر بيبقى السرعة عالية. ليه على عكس تبقى ان هي بتبقى مور مور نيجاتيف دي يعني مور نيجاتيف دي يعني عندها نيجاتف تشارجز كتيرة فمحتاجها كهرابة تغير نيجاتف تشارج دي. تمام? اه عشان تغير الريستنج من بين المتينشة بتاعها يعني. فالكهرابة كتيرة هتعدي فيها وبالتالي السرعة هكون عالية. كمان بيبقى عندها جاب جانكشن كتيرة جدا. فالجاب جانكشن دي هتقوم معاديها كهرابة كتيرة ما بينه. يعني عندها بيبان كتير. البيبان دي بتبقى مفتوحة. بتقوم معاديها على طول كهرابة كتيرة فالعضلات فالكهرابة توصل لجميع عضلات القلب آآ من خلال البركنجيو فيبر دي. فالسرعة فيها بتبقى هائلة سرعة فائقة. تمام يا شباب? آآ تمام. نقول السرعات قال لك والله السرعة في في ايديم او او بتبقى نوت بتبقى واحد متره عالثاني. تمام? تيجي التقل في نوت خمسة من مية خمسة من مية متر فيسداني. تمام? طب الموجودة في المبل البنضل اتنين اتنين متر فيسدانية. البركنجي اعلى سرعة. اربعة متر فيسدانية. طب والله هватبقى كام؟ هتبقت نص. الكهرابة في هتبقى ايه? هتبقى نص. رغم ان الكهرابة الموجودة البركنجي اللي بتدخل في اصلا بتبقى كام? بتبقى اربعة متر في الثانية. الى ان نفسه الكهرباء اللي ماشي فيه بتبقى كام? بتبقى نص متر في الثانية. يعني هي اللي بتوسطها لكهرباء او لعضلات اكتر من ذات نفسه. فاهمين? ام. وقلنا الحتة دي انتو شباب. بس كده خلاص. اعتقد نشتنى نشوف اللي في حاجة تناسبناها في النص. ام ماشي قلنا ان الكهرباء اللي موجودة في بتبقى تساين يا شباب اعلى حاجة. اما في الاي في نود ستين. وقلنا لو في مشكلة في الاي في نود في الاي في نود الاي في نود هتقوم بمهميتها. بس ساعتها هيحصل لبرادي كارديا. ليه? لان الاي في نود دي بتبقى بتعمل ايه? بيكون عندها النبضات اللي بتطلع فال ايم برسس بتبقى ستين. آه على عكس الاي ساي نود بتبقى تسعين. فطبيعا النبضات القلب هتبقى قليلة برادي كارديا تمام. اه. وقلنا لو مسلا في فيجل تون يعني لو برس المنافساتكش شبه ولا حاجة هيقلللي من الاتنين هيقلل من الاي اي 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 نوت هيقلل لأي اي نوت من تسعين من تسعين هتبقى كم ぞ Expert هS wie70. هيقللي منها عشرين ويروح للاي اي 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 نوت بدلا ما كانت الستين هيخلها اربعين. يبقى لو في مشكلة او في فيجل تون لو في برس المنافساتكشغال هيقللل الكهرباء في الاي و الاسا يخليها سبعين والايفي هيخليها اربعين تمام تمام تعالى نشرح الرسمة صحيح نسناها بتاعة القهربة الداخلية بتاعة القلب قالوك والله دي تأسهم الاكشن بوتينشيل خالص ان هي بتعمل ايه قالوك والله نعندي اللي هي المرحلة تمام وقلنا دي مرحلة دايستوليك يا شباب بيفتح فيها بوابتين والتالتة بتنينها مقفولة بوابتين اللي هي كالسيم والسوديوم التالتة البوتاسيوم هتنينها مقفولة وبالتالي هيبقى فيه جوه بوستف كتير تمام تمام واول ما يوصل لفايرنجليفل هتقوم وانطنق بسرعة الصاروخ وإيه اللي خلى الصاروخ يتنينه بسرعيته العالية دي قالوك والله لاني طول ما انت ماشي عمال تفتح بوابتين كالسيم والسوديوم كالسيم والسوديوم عمال يدخل لك كالسيم والسوديوم فخلى جوه بوستف كتير قوي وبرى نيجة فتلاقي ايه فيه اكشن متنشرة حصا فيه كهربا مررت فتلاقي الصاروخ انطلق بسرعة وهو نازل بقى والله افنا البوابات اللي كانت مفتوحة وفتحنا البوابات اللي كانت مقفولة طب فين البوابات اللي كانت مفتوحة كاسم والسوديوم قمنا افناها في الحتة دي والبوابات اللي كانت مقفولة البوتاسيوم قمنا فتحناه فالبوتاسيوم قاعد يخرجلي يخرجلي بوستف كتير بره 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 وجوه نيجة فتمام فكده رجعنا الممبرين لحالته الأصلي تمام يا شباب هو دي كل الكلام اللي موجود وركزوا يا شباب في حتة الافلوكس والانفلوكس تمام الافلوكس والانفلوكس يا شباب يا شباب خلي بالكم افلوكس معناها خروج وانفلوكس معناها دخول وقلنا اصرع حاجة اصرع آآ رزميو موجود في الاس اي نوت تمام تسعين دقا في دقيقة تمام يا شباب آآ وخلي بالكم ان احنا قلنا في ان ما فيش بلاتو في الاوترانوميكس والله الرسمة كانت عبارة عن كده انتو شفتوا بلاتو في الموضوع والله وشفت بلاتو يبقى نو بلاتو خلي بقى لكم نو بلاتو والرسل من من بتين شاب يضعم من سالب خمسة خمسة لسالب ستين اما هناك كان من سالب تمانين لمية بس كده يا شباب وبتوفيق جدا يا شباب